هنروح لبحر الابد المتوسط وعودة تانية لمدينة وهران الجزائرية برونزية تاريخية للريشة الطائرة زي ما توقعنا منذ شهور ان اتحاد الريشة الطائرة من انجح الاتحادات الموجودة على الساحة والتحاد بيشتغل والتحاد ما بيفرقش اي حاجة بتفرق معها غير اسم مصر النهاردة بناخد برونزية تاريخية في تاريخنا اول مرة ناخد برونزية في الريشة الطائرة ضحى حقاية المدالية ضحى هاني لعبة منتخبنا الوطن الاول للريشة الطائرة أنها حققت المديلية بعد ما كسبت المديلية البرونزية طبعا دوحة كانت بدأت مشوارها في البطولة بالفوز على بطلة أوبروس 2-1 وبعدين فازت على بطلة سربي أيضا 2-1 قبل ما تلعب بطلة تركيا واحدة من المصنفين على مستوى العالم في قبل النهاية واللي قدرت أنها تفوز بالمديلية الدهب وغسرت منها بنتيجة 2-0 وضامنت المديلية البرونزية لأول مرة في تاريخ مصر ألف منهم مبروك يا دوحة ودايما إحنا دورنا في برنامج الأبطال ليس فقط الوقوف مع الأبطال والاحتفال معهم في النهاية بعد ما بياخد المديلية ولكن برنامج الأبطال احنا معهم من بداية المشوار لعيبة كتير ولعبات كتير من اللي حققوا مديليات في بحر الأبطال المتوسط كانوا ضيوفنا هنا في ستوديو الأبطال قبل ما حققوا مديليات على المستوى الكبير الحقيقة وكنا شايفين فيهم أن هم بروميسين جدا جدا ويقدروا يحققوا دي رسالة برنامج الأبطال إن احنا نقف جنب البطل حتى يكون بطل وبعد ما يكون بطل نحتفل معاه ونبرز نجاحه لكل السادة المشاهدين خلينا نكمل كمان في البحر الأبطال المتوسط ونروح لبسانت حميدة بسانت حميدة اللي منذ لحظات قبل بداية البرنامج فازت بمديليا دهب تانية في إنجاز تاريخي 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 كبير بسانت فازت بمدهب 100 متر حرة ودهب 200 متر كمان 100 متر عدو و200 متر عدو أنا آسف أنا لخبطت ما بين السباحة والعاب القوة لكن 100 متر عدو و200 متر عدو دهب جامعت ما بين البطلين بسانت الوقفة في النص بسانت ديها قصة كبيرة أنا عايز أحكيك الحقيقة يمكن بسانت كانت من اللاعبات اللي صابت ليلة السفر لتوكيو 2020 وكانت أحد المرشحات لمديليا في توكيو وكنا زعنا هنا في برنامج الأبطال دموحة وزعنا قد إيه هي متأثرة وزعلانة ولكن عوض ربنا لما بيجي الحقيقة بيبقى أكبر وأعظم لو تصبر وتحتسب وتشتغل على نفسك بسانت عملت كده في صمت بسانت عملت لقطة الحقيقة كمان كلنا جسمينا عشر منها بسانت بعد ما خدت المديليا في 100 متر عدو جرت عالجمهور أقيت له معالم معالم عايز أعلم بسانت بتجري بتدور وزي ما أنتم شايفين ما فيه صورة مش رفعة فيها على المصر إيه العشق ده وإيه الحب لبلدنا ده وإيه الانتماء الكبير لبلدنا ده بسانت الحقيقة لما تجري على الجمهور طبعا احتفلت وفرحت وبتجري على الجمهور المصر لأنها ما كانتش متوقعة ومش حاسبة أنها تاخد مدالية لو هي متوقعة وبالمناسبة فيه لعيبين كتير جدا يعني ما بيتفقلوش أنه رايح يقولك أنا أخد ده فعشان كده هي مش عاملة حسابها في عالم ولكن جرت على الجمهور المصر الموجود في مدرجات يتلوم يا جماعة عالم 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 طبعا الجمهور ألقى لها بالعالم ولفتوا عليها وزي ما أحداكم شايفين النهار ده نفس الكلام انتماء وهي دي الرياضة وبالمناسبة بسانت اتعرض عليها يعني لا يخفي عليكم سرا يعني اتعرض عليها يعني أنها تروح هنا أو تتجنس هنا وبتاعها ولكن انتماءها المصر كبير انتماءها وأنها تتمنى دايما أن مصر تكون في المقدمة وحتى قاعدتقول مصر مصر رقم واحد مصر رقم واحد يا ربي عندنا مئة لعب وزي ما قلنا قبل كده أن المرأة المصرية هي اللي بتعلم الأجيال الوطنية وهي اللي بتعلم الأجيال الانتماء هنا بسانت حميدة بتدينا مثال على المرأة والسيدة المصرية انها قادرة قادرة بكل شيء بكل ما يعني وتيت من قوة انها تقف جنب مصر بشكل كبير وافكركم حتى في توكيو كان أول مديليا خدناها كانت في ريال أشرف يمكن هداء ملاك أنا أسف هداء ملاك وفي ريال أشرف ووجيانا فاروق أنا مش عايز أنسى حد نصف مديلياتنا في توكيو كانت من السيدات واللعبات فإذا بسانت من الله ألف مليون مبروك إنجاز تاريخي هي ما صدقتش النهاردة وأنا بتفرج على السبق 200 متر فرق كبير جدا على فكرة وحققت رقم كمان قياسي فيه رقم قياسي جديد للبحر عبد المتوسط هي مش مصدقة مش مصدقة أنها خدت مديليتين ده في وقت واحد أو في بطولة واحدة وده كان حلم بعيد ربنا كرمها لأنها اكتهدت وتعبت ألف مليون مبروك يا بسانت إن شاء الله منتظرين منك مديليا في باريس وانت أحد المرشحات بقوة لمديليا في باريس 20-24 بإذن الله